بيبدأ الفيلم بواحد شغال في منح النحل اسمه أدم كلاي وبعد ما يخلص شغله بيقابل واحد عجوزة اسمها باركر ودي يا سيدي مسك حسابات جمعية خيرية للأطفال وكان أدم مؤجر منها جزء من أرضها للمنحل بتاعته وبيشكرها جدا على كل حاجة لأنها بتحاول تساعده ويقول لها كفاية أن أنا عرفتك بالنحل بتاعي تقول له ما تقولش كده تنت اللي ساعدتني لأن بسبب النحل بتاعك أرضي رجعت زي الأول فيقول لها ولا يهمك وجاي يمشي تقوله أنها عزمها على العشرة النهاردة بعدها بتدخل الست باركر لبيتها وأول ما فتحت اللاب توب بتاعها بتظهر رسالة تحذيرية لها أن في مشكلة في الجهاز فبتتصل بشركة الحماية وبيرد عليها واحد من خدمة العملاء واسمه بويد وبتعرفوا أن في رسالة تحذيرية ظهرت على جهازها قال لها ولا يهمك التحذير اللي ظهر لك ده بيعرفك أن برنامج مكافحة الفيروسات بتاعنا لقى فيروس عندك وأكيد أنت سبت برنامج فيروسات قالت له مفيش الكلام ده وبعدين لما بفهمش في الكمبيوتر قال لها طب بصي أنت لازم تشيل النسخة الحماية اللي عندك القديمة دي وتحط نسخة جديدة قالت له إزاي أنا هعمل كده ما أنا قلت لك يا ابني ماليش في التكنولوجيا بنت هي اللي بتنزل النسخة الجديدة وبتعمل كل حاجة ولكن هي مش موجودة دلوقت قال لها خلاص مفيش الحل واحد وهو أن أقول لك على الخطوات وانت تعملها بإيدك قالت له تمام ها أعمل إيه بقى فبدأ يقول لها على الخطوات وهي بتنفذ وراه وقال لها مش عايزك تقلقي خالص لأنك هتلاقي حاجات كتير بتفتح وتقفل علشان أنا دلوقتي بسبت لك برنامج الحماية الجديد للفيروسات وبيقفل الصوت معها وبيقول لفريقه الضحية وايعت في الفخي يا رجالة الست دي عندها حسابات الجامعية اللي معدية 2 مليون دولار ده غير تأمينها على الحياة وكمان معاشها كمدرسة شد حيلكو بقى عايزين نقلبها في كل حاجة ورجع يكلمها وهي ماشى وراه عمياني لأنها وثقة فيه وبعد ما يخلص معها بيقول لها احنا أسفين يا فندم أنا هبعت ليك دلوقتي على حسابك 500 دولار كتعود ليكي ممكن تفتح حسابك وتتأكد إنها وصلت وللأسف الست باركر ما خدتش إخوانا وفتحت حسابات الجامعية وما تعرفش إن جهازها متهكر وتقول له آه فعلا الفلوس تحولت ولكن 50 دولار بس يقول لها أنا آسف حصل غلط من عندي وهيوصل لك خلال دقايق 500 دولار وبيعرفها إن الشركة هتفصله لو يرفض بالموضوع ده وإنه بيتعال فلوس دي من حسابه الشخصي فيصعب عليها وتقول له أنا مش عايزة حاجة ودخلت على حسابها ورجعت له الـ 50 دولار وتفاجئت إن المعلم قلبها في كل حاجة ونفضها على الآخر لأ وكمان قفل الخط في وشها فتسدم الست المسكينة وكان هيجي لها سكت قلبية وبالليل بيروح آدم ومعه برطمان عسل لبيت باركر وبيتفاجئ إن الباب مفتوح وأول ما بيدخل بيلاقي فيه مسدس على الأرض وفيه حد بيقول له إثبت مكانك أنت مين؟ يقول لها أنا آدم كلاي جاري الست باركر قالت له بتعمل إيه هنا؟ قال لها هو أنت فيرونا بنت الست باركر ولسه هترد عليه بتتفاجئ بأمها مقتولة برصاصة فتجر تبلغ الشرطة والإسعاف وتتهم آدم كلاي إنه هو اللي قتل أمها ولكن الشرطة لما حققت في الجريمة قالولها إن أمك هي القتلت نفسها وانتحرت وإن آدم كلاي باري فتدخل بسرعة تبص على حسابتها وبتعرف إن فيه حد سرق كل فلوس أمها وإن أمها ما استحملتش وانتحرت والتاني يوم الصبح تروح تعتذر لآدم وبتقوله إن أمها كانت بتتكلم عنه طول الوقت وكانت بتقول لها إن آدم ده بيفكرني بأخوك اللي مات من كم سنة وبتعرفوا إن أمها انتحرت بسبب إن فيه حد سرق حساباتها شخصية وكمان سرق حسابات الجماعية الخيرية وعشان كده ما استحملتش وانتحرت فيتدايق آدم وبسألها هو أنت تعرفي مين اللي عمل كده تقوله لا لسه بس أنا كلمت شرطة المبحث الأكترونية علشان تساعدني ولسه ما وصلوش لحاجة وبتقوله إنها حتى لو وصلت للعمل كده مش هتقدر تعمله حاجة لإن ما فيش دليل عليه وكمان أمها تعتبر هي لسحبة الفلوس يقول لها أمك كان الستة غلبانة ما بتفهمش في التكنولوجيا وللأسف في بلدك ما فيش حد هيصدق إنها تنصب عليها وما حدش هيهتم قالت له أنا عايز أعرف الناس إن أمي بش حرمية وعايز أجيب ولادي الهرمة دول ساعدني أمسك شلة الحرمية دي عشان أمي ترتاح في قبرها قال لها أنا مش هقدر وإن سكتك غير سكتي وسبح ومشي وأول ما خرج آدم كان عنده رأي تاني واتصل بوحدة زميلته في منظمة سرية فقالت له خير محتاج إيه مين اللي أمه دعي عليه ووقع معاك قال لها عايز خدمة منك وبيطلب منها إنها توصل لمكان الناس اللي نصبت على الست باركر فتقول له بس أنت متقاعد دلوقت ومش هقدر أساعدها قال لها الموضوع مهم بالنسبالي بس خد بالك المباحث الفيدرالية بنفسها مقدرش توصل لأي حاجة وقفل معها وبعد كم ساعة اتصلت بيزميلته وقالت له إنها وصلت لمكان وعنوين الناس اللي أنت عايزها مات معقدة ولكن على مين يا ابا أنا جبت لك قرارهم فيشكرها وقفل معاها وعلى طول اتحرك لمقر الشركة اللي اديته عنوانه وبينزل بجركنين بنزين في إيده وبيوقفوا اتنين من الأمن هو أنت رايح فين يا معلم دي ملكية خاصة قال لهم ما أنا عارف وعلشان كده أنا جاي أولع فيها كلها يقول له أنت بتهزر يلا يا بابا تكل على الله وهيدل تلاتة لو ما اختفتش من قدامي هزععلك أدم قال له طب واحد اتنين تلاتة ها هتعمل ايه ولسه هيتطلعوا الأسلحة هب طخ دب كوهم هم أم الاتنين على الأرض واخد جركنين بنزين وبيدخل لمكتب الاستقبال فتقول له الموظفة أحب أخدمك بإيه يا فندم قال لها أنا اللي جاي أخدمك وأقول لك إلحاق يهرابي علشان أنا هولع في أم الشركة دي وبيدخل لهم ويدرب واحد من فريق الهكر فكل الموجودين يترعبوا فيقول لهم آدم قولوا ورايا حبة نصابين احنا مش هنسرق تاني من الضعاف ولا الغلابة فيخافوا كلهم ويقولوا وراه طب يلا بقى كل واحد بيتك بيتك وبيدلق البنزين على كل الأجهزة فكلهم يهربوا من مكان وبييجي الوات بويد اللي نصب على الست باركر بيقولوا انت مين يا مجنون وبتعمل ايه قال له أنا واحد شغال في منحل ومربي للنحل وقوقات بستخدم النار علشان أخرج الدبابير من خلية النحل قال له ايه اللي انت بتقوله ده هو انتوا لسه هتتفرجوا طلعوا بره المجنون ده قال له أنا هوريجي الجينان بعينه وهوب ديب بطخ نزل فيهم فحت ردمي وقصر عظمهم كلهم وبويد مش مصدق انه ضرب رجالته في ثواني وقدم يقوله ها كنت بتقول علي يا مجنون انا يتقطع لسان يا معلم فيحط المتفجرات في المكان ويفجر الشركة كلها بعدها بويد بتسل بزعيمه ديريك وبيعرفوا ان الشركة تفجرت وان فيه واحد جه وما سماش على حد فينا وضرب كل رجالة الامن وقال لي قبل ما يمشي ان احنا بنسرق من الناس الغلابة وانه هيجيب حق كل الناس اللي سرقنا منهم فيقوله ديريك ايه انت عايز تفهمني ان واحد بس ضرب كل الرجالة اللي عندك لأ وكمان حرق الشركة ومشي قال له اول نعمة قال له مين ده اديني اسمه قال له ما عرفش حاجة عنه ده غير ان كل كاميرات المكان اتضمرت فيقفل معاه وبيروح يكلم واحد اسمه والس وده بقى ام الزعيم هي اللي مشغلاء عنده علشان يحمي ابنها من اي مشاكل يقع فيها ويقدر يتصرف وبنعرف ان ام الزعيم بتطلع الحاكم ورئيس المدينة وبيقوله ان فيه واحد صاحبة عنده شركة اتصالات كبيرة وفيه شخص تهجم عليه وفجرها له على الاخر انا بقى عايز امسك اللي عمل كده وربيه فيقوله والس وانا هقدر عمل لك ايه احنا ولا عارفين اسمه ولا شكله ديريك قاله انت هعمل حاج في يوم من الايام كنت ماسك مدير المخابرات المركزية كلها يعني اكيد عندك حل او طريقة قاله الموضوع ده عايز الشرطة ويريد تبعدنا عن حواراتك لانها ما بتخلص فيتسل ديريك تاني على بويد وقاله شوف اخر حسابات سرقناها وجيب لي كل المعلومات عنها لان الراجل ده لما سرقنا منه او قلبنا حد قريبه في نفس الوقت الشرطة بتوصل لمكان الشركة اللي تفجرت وكانت فيرونا وزميلها هما المسكين القضية وبيحققوا فيها بعدها بنشوف بويد بيروح لبيت الست باركر لانها اخر واحدة قلبوها وبيقول للرجال اللي معاه اكيد الست دي ملهاش علاقة بالموضوع ولكن فجأة بيشوف المعلم ادم وهو بيركب عربيته واول ما ادم مش بالعربية راح عند المناحل بتاعته ودمرها له وبعدها راح وراه ونزل بربطة المعلم هو ورجالته ودوروا عليه في المكان وكان قلبه جامد لين وسط رجالته بس الكلام ده ما بيطولش لان المعلم ادم بدأ يخلص على واحد واحد من رجالته من غير حتى ما يشوفوه ولما خلص عليهم مسك بويد قال له وحية ابوك ما تضرب انا هقولك على كل حاجة فقال له ادم مش محتاجة عرف حاجة وهوب قطع له صابة الخمسة وقسابه ومشي وشوية فيرونا والشرطة جت وشافت بيت امها والمزرعة تحرقوا والفريق اللي معها بيعرفوها ان هما لقوا سبع جسس متفحمين في المكان ولما شافت بطاقة واحد فيهم عرفت ان هما تبع شركة الحماية اللي امها بتتعامل معاها وازميلها بيقول لها ان هو شاكك في الرجل اللي كان جار امها وانه ورا كل حاجة وشكله كده بيمتقم ليها فيرونا تسكت ومتقولش ولا كلمة وقتها بويد كان بيهرب عربيته وبيقول انا مالي ومالي الحوارات دي وبيعيط على صعوبة اللي طارت وويف على قبري وكلم ديريك وفدل يصرخ له في التليفون فيقول له ايه ده وحكيلي قال له اهدى اهدى ايه الراجل ده قطع لي صعوبة الخمسة لأ وكمان خلص على كل رجالتنا في ثواني وهو بياخد بنية وبيتفاجئ ان ادم قدامه وبيقول له دورك خلسي امور قال له ارحمني واسمني في حالي قال له ما تخفش انا هفسحك على الاخر وربطه في عربيته وقال له سلمني على السمك وبيغرق بويد وكمل المكالمة مع ديريك وقال له اهلا وسهلا بحضرتك ها تحب تموت ازاي فيقول له ديريك هو انت الشخص اللي حرق شركتي قال له ايوا وقريب هولع فيك انت كمان وقفل السكة في وشه وعلى طول ديريك يجري على والس وقال له لحقني وحيط ابوك انا واقع في مشكلة كبيرة واني فيه واحد بيطرده وبيدمر له كل شغله وانا كلمته وقال لي في اخر المكالمة انا مرب النحل فيخاف والس ويقول له هو قالك انا مرب النحل انت عملت له ايه خليها عايزي موتك قاله يموتني مين مش هيقدر يعملها قاله بدل قالك هيموتك يبقى انت اكيد هتموت وبصراحة انا مش هقدر عاملك حاجة انت مش عارف انت وقعت مع مين فيقول له ملك يا راجل خايف كده وامال انت لازمتك ايه بالزبط انت هنا عشان تحل اي مشكلة اقعة فيها فيغضب ويقول له انا ايام خلصتك من مشاكل وحوارات كتير كنت هتروح فيها السجن بس الموضوع ده بالذات انا مش هقدر اساعدك انت بتغرق معلم فيترقب ديريك من كلامه وقتها في اسم الشرطة سيميل فيرونا بيعرف ان هم مش لقين اي معلومات عن الشخص اللي اسمه ادم كلاي وان كل اللي قدر يوصلوا ليه اسمه وعنوانه ده حتى بصماته مش موجودة عندنا في قاعدة البيانات من الاخر الراجل ده شبه بالنسبة لنا وفجأة يجي لهم تليفون وبيعرفوا ان الشرطة لقيت جثة بويد وعلى الجانب الثاني واليس بيتكلم من رئيسة ام ديريك وبيعرفها ان ابنها وقع في مصيبة كبيرة وانه مش هيقدر يساعده تقوله شكلك عجزت ولا اي يا راجل وما لك خايف كده انا اول مرة اشوفك مرعوب يقولها لان الراجل اللي بيطارد ابنك ده راجل مش عادي من الاخر ده الراجل اللي بيجيبوه علشان يقدع لأي مشكلة وينهي اي مهمة مستحيلة وساعتها بنعرف ان واليس والرئيسة كانوا على علاقة من زمان مع بعض وبتدرجها يتصرف ويقدع على الخطر اللي بيهدد ابنها فيعادها انه هيحل المشكلة علشان خطرها بعدها بيتسأل على طول بواحدة زميلته كانت شغالة معا زمان وبيطلب منها تجيب له معلومات عن واحد شغال في منظمة خليط النحل فتقوله اديني شوية وقت وهكلمك وفعلا بالليل بتتسل بيه وتعرفوا ان الشخص اللي بيسأل عنه متقاعد بقاله سنتين من المنظمة فيقول لها انا عايز اخلص منه ضروري فتقوله ما تقلقش اعضاء خليط النحل بعت وراء عميلة محترفة من مربية النحل وهي اللي تخلص عليه وهتقدع المشكلة وقتها ادم كان في البنزينة وفاجأة بتدخل عربية فيه بسرعة رهيبة وبتنزل واحدة مجنونة منها وبتكون هي دي العميلة اللي بعتوها من خليط النحل ولكن ما تلاقهوش في العربية وتدور عليه والعميلة دي كانت مجنونة لانها اول ما شافت الشرطة وصلت خربلتهم بالرصاص وخلصت عليهم كلهم قبل ما ينزلوا فينتهز ادم الفرصة ويجم عليها ودخلوا دب بطحن في بعض وبيعرف منها ادم انها مربية النحل اللي اخدت مكانه في المنظمة ولكن البنت ما تدلهوش فرصة ومسكت المتعدد وضربت النار على كل حاجة في البنزينة فيرمي ادم بارطمان العسل عليها وبيقرب منها ويولع فيها بعدها بياخد منها صباحة كالتسكار وبيمشي ولكنه عمل حاجة وبترجع زميلة والس بتتصل بيه وتعرفوا ان المشكلة ما تحلتش وانها للأسف مش هتقدر تساعده لان اعضاء منظمة خلية النحل مش هتدخلوا في حاجة تاني وقرروا يبقوا على الحياد يقول لها يعني ايه الكلام ده قالت له معناها يا معلم انت لوحدك وحلها بمعرفتك والصبح بتوصل فيرونة وزميلها للبنزينة اللي اتفجرت وبتلاقي كتاب عن تربية النحل جنب جثة العميلة ومن اقوال الشهود والمواصفات اللي قالوها بتعرف ان ادم كلاي هو اللي كان هنا اما واليس جمع من منظمات سرية رجالة محترفة وبيطلب منهم يخلصوا على واحد من منظمة خلية النحل وبيوريهم فيديوهات ليه وبيعرفهم ان الراجل ده اخذ تدريبات قتالية عالية ولازم ما يستهونوش بيه وانهم لو جتلهم الفرصة يقتلوه ما يضيعوش اي وقت وقتها ادم بيروح للمخبأ السري للعميلة اللي قتالها في البنزينة ويفتح بصبح على المقطوع الباب وطبعا بيكون عارف مكان المخبأ لانه كان مكانه قبل ما يتقعد من المنظمة وبياخد تشكيلة كبيرة من الاسلحة الموجودة على حابة بيانات من هناك من كمبيوتر وبيركب عربيته ويمشي اما فيرونا وزميلها كانوا قاعدين مع مديرهم في الشغل وبتعرفوا كل المعلومات اللي وصلوا لها عن ادم كلاي وان هدفه اللي جاي شركة الاتصالات اللي موجودة في بوستن فقرر مديرهم انه يبعد قوات خاصة من الشرطة عشان تحمي الشركة وهناك بيقرروا يخلوا المكان من كل الموظفين الموجودين ولكن مدير الشركة بيرفض وبيقول لهم انهما لو سبوا شغلهم هيخسروا ملايين الدولارات ساعتها بيوصل ادم للشركة وبيقول بكل ثقة لقائد فريق للكوات الخاصة انه مش عايزي ازي حد منهم من الاخر انا جاي اهد المعبد على اصحابه فياريت ما تدخلوش واسبوني اشوف شغلي فقائد الشرطة يقول لهم وبضع ليه ولكن ادم ميدلهمش فرصة وبيضربهم بيديه ورجليه وبيعمل كل ده من غير ما يقتل حد فيهم وبعد ما يخلص الكلام بيدخل جوا الشركة واي حد بيقابله بيكوومه على الارض ساعتها بيهجم عليه رجالة المنظمة اللي والس مأجرهم ولكن ادم كان بيخلص على واحد واحد فيهم وحبه ضربه وحبه تفجير صفه على كل رجالة المنظمة ومسك مدير الشركة ورنه وعالق تموت وكان عايز يعرف اسم زعيمه ومكانه فين وبيوريه صورة بركر وقال له الست دي كانت غلبانة وفي حالها وكرست كل حياتها علشان تساعد الناس الغلابة ويجي في الآخر حب تنصبين زيكو ياخدوا فلوسها ويقلبوها في الوراء واللي قدامها لدرجة انها ما استحملتش وانتحرت وقدامك ثانية واحدة عشان تقول لي فين مكان زعيمك فيعرفوا ان زعيمه اسمه ديريك وانه ابن رئيس البلد قال له يا ولادي لزينا حاميها حراميها وقتها بتوصل فيرونا وبتقول له سلم نفسك يقول لها مفيش منه الكلام ده الراجل ده واحد من الناس اللي خلت امك تنتحر ولازم اخلص عليهم كلهم وانضب في المدينة منهم قالت له بس انا مش هقدر اسيبك تعمل كده البلد فيها قانون قال لها قانون دي مش هتنفع مع الناس دي ولازم حد هو اللي يطبق القانون ويهرب فتقبط فيرونا على مدير الشركة وداخده على اسم الشرطة وقتها بيوصل تلفون لواليس وبيعرف منه انه كل رجالة المنظمة لبعاتهم ماتوا فيترعب ويقول لي ديريك بقول لك ايه يا معلم احنا لازم نهرب حالا وجيه الوقت اللي امك لازم تحمينا فيه فيقول له معاك حق وبيتصل بيها وبيعرفها انه هيجيل عشان تحميه ونرجع لي الاسم وزميل فيرونا بيقول لها هو انت ليه عايزة تبنعي ادم من الانتقام تبية ستة خلص على ولاد الهرمة دول اللي كانوا السبب في موت امك قالت له انا لما بقيت شرطية اقسمت ان انا نفذ القانون وده اللي انا بعمله دلوقت بعدها بتكلم مديرها وبتعرفوا ان كل شركات اللي بيهاجمها ادم بتسرق من الناس وبتنصب عليهم في اكتر من عشر مليار دولار في السنة وبتقولوا مين بقى مؤسس الشركات دي حاكمة البلد جيسكا واللي هي ام ديريك وتعرفوا انها دلوقت مرشحة للرئاسة وانها مولت الحملة بتاعتها بنفسها وده طبعا من دم الغلابة اللي شركتها نصبت عليهم وهنا بيستندج مديرها ان اكيد هدف ادم اللي جاي جيسكا رئيسة البلد فيقرروا انهم يأمنوا بيتها بقوات احتياطية ومفيش عربية تعدي الا لما يفتشوها ده غير ان واليس هو كمان جاب فرقة من رجالته علشان تأمنهم وقتها بتوصل للرئيسة لبيتها واستحراسة مشددة تفتكر هيفريق مع ادم كلاي مفيش منه طلع من بلعف الارض بكل هدوء واستخبع تحت عربية من عربيات القوات الخاصة ودخل جوه البيت وهو لابس لبس قوات التدخل السريع ساعتها فيرونا وزميلها بيشوفوا مديرهم مع جيسكا وكان باين انها بتزعق له وبتاخد مدير الشرطة وابنها ديريك على مكتبها وساعتها تواجه ابنها انه استخالي شركتها واسمها وسرق فلوس ونصب على ناس كتير بيقولها مفيش منه الكلام ده وكان بيحاول يدفع عن نفسه وقتها فيرونا شافت ادم كلاي جوه القصر فبلغت رجالها ان ادم موجود وبس يا سيدي الدنيا كلها تقلبت ورجالة والس على رجالة الشرطة دخلوا الاصر علشان يقتله ادم ورفعوه بالسلاح لكن بيكون واحد شابه ولكن فيرونا بتشوفه بره في الحديقة فيحاصره وتقوله سلم نفسك وبكل هدوء وبرود بيسلم ادم نفسه وبيكون فيرونا عايزة تقبض عليه ولكن زعيم رجالة والس قال لها مفيش منه الكلام ده هنا هقتله حالا ولسه مخلص الجملة ادم فجر عربية من عربيات الامن وضرب الوحش ده بالنار وهرب وجاسكا بتقول لابنها انت السبب في ده كله احنا عائلة اغنية وكنت قدر امول انتخبات الرئاسة بفلوسنا انا لازم اقول للناس على الحقيقة علشان اقدر احميك قال لها حقيقة ايه انا كده هدخل السجن قالت له مش احسن من انك تموت قال لها انا عملت كل ده علشانك ولو ما كنتش عملت كده كنت زمانك خسرت في الانتخابات قالت له افهم الراجل ده من من منظمة خلية النحن وما فيش حد هيقدر يوقفه الا لو انا قلت الحقيقة والفعلا المعلم ادم كان بيدرب ويخلص على كل واحد بيقابله وما بيسميش على حد وفجأة لقله الوحش ده تاني وقال له ان كنت فاكرا انك هتخلص مني بسهولة ونزله ده بتحن في بعض والراجل فعلا مش بنا ادم خالص وقدر يجرحه في ايده فيغضب ادم وهو بيديله شمال في يمين كسر عدمه وفي الاخر يديله القضية وقتله فيجيه لواليس ويحاول يمنعه ويقوله ان مربيين النحل بيعملوا خير دايما في المجتمع فقال له ادم انا متقعد يا عمونة وده امر شخصي فيترجع انه يترجع عن قراره وهو هيطمنه حياة هادية وبعيدة عن المشاكل فيقوله انا كنت في حالي وعايش بعيدة عن المشاكل لحد ما خليته جرد اللي بحبها تنتحر واليس قال له انا مش هادر اسيبك تعمل اللي في دماغها فيقول له ادم طب اركن على جنب مش عايز اقزيك وساعتها ديريك جوه كانت عصب على امه لمعرف انها هتقول الحقيقة فمسك المسدس وقتى المدير الشرطة فاجأ الباب بين فيجر وادم بيدخل فديريك يخاف ويهدده انه هيئة الام لو قربله وفيرونا وزميلها بيجوا هما كمان وبتقول لادم سلم نفسك فيقولها انت لازم تختاري تشتغل الصالح مين القانون ولا العدالة وانا اخترت العدالة وفي ثانية لثانية قتل ديريك برصاصة ونط من الشباك فتلحق فيرونا وتقول له اسبت مكانك لقتلك ولكن ما قدرتش تضربه بالنار فيهرب قدم على طول وياخد بطلة غوص ويختص تحت المياه وبيقول لكم ما تنسوش اللايك جميل يا حلو والاشتراك في القناة لان بهريزو بيطعب معانا وبيخلص في المنا سلام يا برو